أحمد لله رب العالمين أحمده على نعمه ونشكره على مزيد فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن من الفضائل والأعمال الصوالح أن يشتغل الإنسان بطلب العلم من أعظم ذلك تماع تفسير آيات كتاب الله وتماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل الإنسان في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقد قال صلى الله عليه وسلم عن من دخل في حلقة العلم أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله ولعلنا أن نقرأ شيئا من أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى فليقرأ القاري بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرى أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيحنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فأنغبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين في هذا الحديث من الفوائد وجوب الصوم وأنه من الأمور المتحتمة ولذا قال صوموا به دلالة على وجوب الفطر في يوم عيد الفطر بقوله وأفطروا فإنها صيغة أمر والأمر يفيد الوجوب في هذا الحديث تبوت دخول شهر رمضان وشهر شوال بالرؤية فمتى رؤية الهلال ثبت دخول الشهر وفي هذا وجوب الاعتماد على الرؤية وعدم جواز رد خبر من رأى الهلال فقد ورد في النصوص ما يدل على أنه يكتفى في رؤية هلال رمضان بشاهد واحد وفي غالب النصوص أن الشهادة لابد فيها من اثنين ولذا قال الجماهير بأن رؤية هلال شوال لابد فيها من اثنين فأكثر وقوله لرؤيته لم يقيدها برؤية العين فدل هذا على أنه إذا رؤية الهلال في أي وسيلة ولو بواسطة التلسكوب أو مكبرات الرؤية فإنه يثبت حينئذ دخول الشهر ولابد في رؤيته أن يكون قد أضاء وعكس نور الشمس وبعض الفلكيين يشترط شروطا لرؤية الهلال لم ينزل الله بها من سلطان فبعضهم اشترط أن يبقى بعد ولادته ساعات طويلة واشترط بعضهم أن يرتفع مكان القمر بعد غياب الشمس كما اشترط بعضهم أن يبقى القمر في الأفق بعد غياب الشمس لدقائق عديدة وهذه الاشتراطات ليس عليها دليل ولذلك لم يعتمد العلماء على كلام الفلكيين في إثبات هذه الضوابط ودعواهم بأنه لا بد من رد شهادة الشاهد إذا لم يلتزم بهذه الضوابط فإن هذه الضوابط ليست مبنية على دليل صحيح ومن ثم لا يصح رد شهادة الثقة بناء عليها وفي الحديث أنه إذا لم يرى الهلال إما لعدم إهلاله أو لوجود السحاب أو لوجود الغبار والقطر فإنه حينئذ يجب إكمال الشهر وفي هذا عدم اعتماد حساب من يحسب في إدخال الشهر وفي هذا بيانوا أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وقد يكون ثلاثين يوما ولا يصح أن يثبت للهلال حكم دخول الشهر بمجرد كون الأشهر قد كملت أو نقصت معنى هذا أن بعضهم يقول إذا اكتمل الشهر ثلاث مرات أو أربع مرات كان الشهر الذي يلي ذلك شهرا ناقصا فهذا الكلام لا يصح التعويل عليه لأنه يخالف مقتضى حديث الباب وفي هذا الحديث دلالة على أن أكثر ما يكون الشهر ثلاثين يوما وأنه لا يصح لنا أن نثبت شهرا أكثر من ثلاثين يوما لأنه قال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين فدل هذا على أنه لا يمكن أن يزداد عدد أيام الشهر الواحد عن هذا المقدار سنة الله قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف لا يدخل على بعض نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليه النورا فقيل له يا نبي الله إنك حلفا لا تدخل عليه النشهرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما قوله حلف لا يدخل على بعض نسائه هذا يقال له الإيلاء فالإيلاء قسم الرجل بترك الدخول على نسائه أو ترك جماعهن والإيلاء إن كان لمدها قل من أربعة أشهر فإنه لا يمنع منه ولا يلزم بنقض يمينه أو بمفارقة نسائه أما إذا كان الإيلاء أكثر من ذلك كما لو حلف ألا يقرب زوجته سنة أو قال لا أقرب زوجتي إلى قيام الساعة فإننا حينئذ نوقفه بعد أربعة أشهر ونطالبه بأحد أمرين ما أن يكفر كفارة اليمين وإما أن يفارق المرأة لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وبهذا أن الحلف لابد أن يكون بالله جل وعلا وإذا قال لا أقرب نساء شهر فإنه يفسر بالشهر القمري لا بالشهر الشمسي وفي هذا دلالة على وجوب اعتماد الشهر القمري لأن الأحكام الشرعية مبنية عليه ولا يصح في الأحكام الشرعية أن يبنى على الشهر الشمسي وفي هذا الحديث أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وفيه أنه إذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما حكم على هذه التسعة والعشرين بأنها شهر كامل ولذلك لو أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ابتدى صيامه من بداية الشهر فإنه يكون قد أكمل الصيام بصيام شهرين حسب رؤية الهلال فيمكن أن يكون صومه للشهرين بثمانية وخمسين يوما وفي هذا الحديث أنه إذا أكمل المولي مدة الإيلاء فإنه يعود إلى نسائه بدون حاجة إلى كفارة عن يمينه وفي هذا الحديث الاستفسار من الرجل عن أحكامه وعن سبب مخالفته لكلامه وفيه أيضا سؤال الأقل من هو أكبر منه عن تفسير بعض أفعاله فإنهم قالوا له إنك حلفت ألا تدخل عليهن شهرا يعني وبقي يوما في الحديث أن الشهر القمري قد يكون تسعة وعشرين يوما وقد يكون ثلاثين يوما وفي الحديث من الفوائد جواز أن يهجر الرجل زوجته لمكتظا شرعي وفي الحديث أيضا من الفوائد الاعتماد على الرؤية في إثبات دخول الأشهر حسن الله إليكم قال رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة قوله شهران فسرها ما بعدها بأن المراد رمضان وذو الحجة وقوله لا ينقصان أي في قيمتهما ومكانتهما وليس المراد أنهما لا ينقصان عن ثلاثين فإن شهر رمضان قد ينقص ليكون تسعة وعشرين كما في الحديث السابق وأفطير لرؤيته فدل هذا على أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وقوله شهر عيد المراد بالعيد يوم الابتهاج الذي يتكرر من قوله معاذ يعود وسمي هذان الشهران بهذا الاسم لوجود أعياد لإسلام فيهما فعيد الفطر بعد شهر رمضان مباشرة في أول يوم يلي شهر رمضان وذو الحجة فيه عيد الأضحى الذي يكون في اليوم العاشر منه وفي هذا دلالة ألا أنه لا يصح لنا أن نضع أعيادا غير هذين العيدين لكأنه قصر العيد عليهم في قوله شهر عيد كأنه قال لا يوجد عيد في غيرهما ثابكم الله قال رحمه الله نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمنا أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم في الحديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين المراد بذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان ولث اليوم التاسع والعشرين وإلا أن يكون هناك سبب كمن كان يصوم في يومي الخميس والإثنين فوافق ذلك آخر يوم من شعبان فحينئذ الله حرج على الإنسان في الصوم وهكذا من كان عليه قضاء سابق لكونه أفطر في رمضان الماضي فإنه إذا لم يبقى إلا اليوم واليومان فإنه يصوم صياما القضاء ليفعل الواجب قبل رمضان الآتي وفي الحديث من الفوائد أن من اعتاد طاعة من الطاعات فعليه أن يستمر عليها أن احتسب الأجر فيها من عند الله جل وعلا وفي الحديث أن الصيام عبادة عظيمة ينبغي بالإنسان أن يجعل له وردا من الصيام بحيث يصوم في كل شهر مقدارا معينة قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر وذلك لأن الحسنة بعشر يمثالها رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صالما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفتر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة الأنصار رضي الله عنه كان صالما ولما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عناه فجاءت امرأته فلما رأت قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قوله في هذا لما نزل صوم رمضان يعني لما أوجب الله صيام الشهر في أول ما نزل هذا الصيام في السنة الثانية كان وقت الصيام يبتدئ من نوم الإنسان فإذا نام من الليل ابتدأ فرض الصيام في حقه فلو قدر أنه نام بعد المغرب فإنه لا يجوز له أن يطعم بعد ذلك وهذا الصيام هو صيام أهل الكتاب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامكم وصيام أهل الكتاب أكلت السحر يعني أننا سرع لنا أن نتناول الطعام في آخر الليل إذن في أول الإسلام كان الواجب اليمساك عن الأكل والشرب بمجرد النوم في الليل قال في هذا الحديث قيل لهم لا تقربوا النساء رمضان كله يعني أنه يلزم الرجل أن يبتعد عن زوجته في جميع الشهر وثم قيل لهم ابتدئوا لإمساك من النوم وبالتالي يجوز للرجل أن يأتي زوجته قبل أن ينام قال وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم يعني أن الرجل يدخل على المرأة ويطلب منها ما يطلب الزوج من زوجته فتدعي أنها نامت وبالتالي يلزمها اليمساك ثم لا يجوز لزوجها أن يقربها فحينئذ بعض الأزواج اتهم زوجته بأنها إنما تريد التهرب منه وأنها لا تريده يقربها فتحتج بكونها قد نامت فيصفها بالخيانة إنما تخبرين بكلام يخالف واقعك من أجل أن لا تمكن منك هكذا كان الزوج يقوله قال فتاب عليكم فعفى وتجاوز عما مضى من كونكم تخونون زوجاتكم ولا تصدقونهم في خبرهم وعفى عنكم قال وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر والإفطار هو أوروب الشمس فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه من الغد حتى يمسي فهذا كان في أول الإسلام وإن قيس بن الصرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار يعني غربت الشمس فلما حضر الإفطار أتمراته أي ذهب إلى بيته الذي فيه زوجته فقال لها أعندك طعام في هذا دلال على أن المرأة كانت تتولى أمور البيت وأنها كانت تطبخ لأهل بيتها ولزوجها فقالت امرأة قيس لا يعني ليس عندي طعام ولكن أنطلق فأطلب لك يعني أذهب من أجل البحث عن طعام أتي به لك وكان قيس يعمل طول يومه فكان يعمل في الزراعة في يومه وبالتالي عنده إجهاد وعنده وجوع ومن ثم لما ذهبت المرأة لما ذهبت المرأة تطلب الطعام له غلبته عيناه يعني نام من غير إحساس بذلك فجاءت المرأة معها الطعام فلما رأته يعني شاهدت زوجها نائما قالت خيبة لك يعني كلمة في التقريع ونحوه فأنها تقول ذهبت لي أطلب الطعام لك ثم تنام وبالتالي تمنع من أكل الطعام فلما انتصف النهار يعني قرابة أذان الظهر غشي عليه من الجوع والتعب والإرهاب فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ نزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام يعني في الليل السابق ليوم الصيام وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم والرفث وما يكون بين المرء وأهله من حديث أو من فعل هن لباس لكم وأنتم لباس لهم بهذا جواز أن يجامع الرجل زوجته في ليالي شهر رمضان علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتابع عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن يعني بالجماع وابتغوا ما كتب الله لكم يعني من الولد وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا يعني استمروا في الجماع يجوز لكم الاستمرار في الجماع إلى أذان الفجر وهكذا أمروا أمر إباحة فبالأكل والشرب فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تموا الصيام إلى الليلة يعني إلى غروب الشمس صلى الله إليكم قال عندي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أصبح فذكرت له ذلك قل يا رسول الله ما الخيط الأسود من الخيط الأبيض أهم الخيطان اللذاني جعلت تحت وسادتي قال إن وسادك لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك إنك لعريض القفى إن أبشرت الخيطين ثم قال لا إنما ذلك سواد الليل وبيض النهار قوله لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود لم ينزل في أول الأمر من الفجر وبالتالي لم يتبين المراد من الآية عند بعض الصحابة فبعضهم أخذ بظاهرها وآخرون وعرفوا رمزها وأن المراد به بياض النهار وسواد الليل قال عدي بن حاتم ومن الصحابة ومن كرماء العرب ومن وجهائهم قل لما نزلت الآية عمدت أرقصت وذهبت إلى عقال أسود والعقال الحبل الذي يربط به البعير ويكون شيئا صغيرا قال عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي به جواز استعمال الوسادة في النوم وقال فجعلت أنظر في الليل يعني أنظر إلى هذا الخيط الأسود فلا يستبين لي قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح يعني لما أصبح عدي رضي الله عنه فذكرت له ذلك قلت يا رسول الله به سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما يشكل عليهم من المسائل قلت يا رسول الله ما الخيط الأسود من الخيط الأبيض فيه طلب تفسير القرآن لتعرف المعاني المرادة بألفاظه قال أهم الخيطان الذاني جعلت تحت وسادتي فقال صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريضة يعني إذا كانت وسادتك تستوعب السماوات والأرض معنى أنها كبيرة عظيمة وبيّن له أن المراد ليس الخيط الأبيض والأسود على ظاهره وإنما المراد به بيض الوفق وسواده قال إن ويسادك لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت ويسادك ثم قال إنك لعريض القفاء القفاء ما أعلى الظهر فإذا كانت السماوات والأراضين تحت قفاء فإن المرأة عريض القفاء قال إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين أي شاهدتهما وجعلتهما تحت وسادك ثم قال لا أي ليس الخيط الأبيض والخيط الأسود العقالان اللذاني جمعتهما إنما ذلك أي تفسير هذا اللفظ في الآية إنما ذلك سواد الليل وبيض النهار وفي هذا دلالة على أن الأصل في الألوان هذان اللونان الأسود والأبيض فيه دلالة على أن المراد سواد الليل وبيض النهار وفي الحديث تفسير الآيات القرآنية لشيء من الأحاديث النبوية حسن الله إليكم قال عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في بجره الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزر يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلم أنه إنما يعمل الليل والنهار قوله أنزلت فيه إثبات علو الله جل وعلا وقوله وكلوا واشربوا كيل بأن هذا الأمر على الإباحة لأنه يتوافق مع ما تطلبه الفطرة وكيل بأن هذا على الوجوب بمعنى أنه يلزم الإنسان أن يطعم الطعام كذلك تخصيص نوع منه ولأن لا يهلك قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود في مد الإفطار في ليالي رمضان وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين علق الحكم بالتبين وقوله ولم ينزل يعني في أول الأمر من الفجر وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود فيه دلال على أن الأصل في الكلام هو المعاني الحقيقية وأنه الذي ينبغي أن يفسر اللفظ به قال ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما يعني أنه يرى الخيط الأبيض والخيط الأسود ويظن أن المراد الخيوط التي تكون معه فأنزل الله جل وعلا بعد ذلك من الفجر فدل هذا على أن المراد بيض النهار وسواد الليل فالمقصود هو السواد الذي يكون في الليل قال فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار وفي هذا تفسير آيات القرآن بقرآن يتلى كما فسر قول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بأن المراد به من الفجر بسم الله إليكم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى قوله واصل يعني شبك يوما بيوم في الصيام بحيث لم يفطر في ليله فواصل الناس أي اقتدوا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليهم أي صعب عليهم تركوا الطعام لأيام متعددة وحينئذ نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا دلال على أن النهي يفيد التحريم وقال فقالوا له على جهة الاستفسار إنك تواصل فكيف تنهان عن الوصال مع كونك تواصل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس كهيئتهم بل إنه قال إني أظل أطعم وأسقى يعني هناك من الملائكة من يمده بالطعام والسقية في وقت صومه في هذا تحريم وصل يوم بيوم آخر في الصيام وفي هذا الحديث إن الأفضل ترك المواصلة في الليل لنصف الليل لمدارسة علم ونحوه وإن كان ذلك جائزا في الحديث أن الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يكتدى به فيها ولذا لما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل وفي الحديث الدلال على أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته وفي الحديث تفضل الله جل وعلا على بعض العباد بوجود مقومات أنفسهم نعم نعم قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحر باركا قوله تسحروا يعني تناولوا الطعام في وقت السحر وهو السدس الأخير من الليل في هذا الترغيب في السحور وبيان أنه من الأعمال الصالحة وفيه أيضا مراعاة أحوال من يلزم الإنسان نفقتهم باختيار الوقت المناسب لتناول وجبة السحر والأفضل في السحر تأخير هذه الوجبة وقوله فإن في السحور بركا السحور والطعام الذي يؤكل وقت السحر وقوله فإن في السحور بركا أن يكون سببا من أسبابي مضاعفة المال وكثرة نمائه رحمه رحمه الله قال عن سلامة ابن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم ينادف الناس يوم عاشورا أنه من أكل فليتم أو فليصم بقية يومه ومن لم يأكل فليصم ولا يأكل فإن اليوم عاشورا قوله في هذا الحديث أن النبي بعث رجلا من أسلم ينادي في الناس فيه إظهار الأمر العام أنه يشرع لصاحب الولاية إظهار الأوامر العامة للناس وقوله بعث رجلا من أسلم هذه قبيلة من القبائل ينادي أن يصيح بالنداء في الناس من أجل أن يسمعه الناس يوم عاشورا وهو اليوم العاشر من شهر محرم قال من أكل فليتم أي من أكل شيئا من الطعام فليتم يعني فليبقى صائما ولذا فسر بقوله فليصم بقية يومه وكان يوم عاشورا واجب الصوم في أول الإسلام في السنة الثامنة ثم نسخ وجوب صوم يوم عاشورا وأوجب الله صيام شهر رمضان وقوله في هذا الحديث أو أي من أكل فليصم بقية يومه وفيه جواز أن يسمى وقت رؤية الهلال بهذا الإسم وفي الحديث من الفوائد أن من أكل ناسيا فإنه لا يؤاخذ بذلك والسدل بقوله ومن لم يأكل فليصم على جواز أن ينوي الإنسان الصيام في أثناء النهار وأنه لا يلزم تبييته لمن لم يكن الصيام واجبا في حقه إنه قبل أن دا كان الصيام مستحبا قال ومن لم يأكل فليصم ولا يأكل يعني في بقية يومه قال فإن اليوم يعني اليوم العاشر هو يوم عاشورا الذي يستحب صومه بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين رزقنا الله علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة وجعل عاقبتنا في الأمور كلها إلى خير ز Bee هاتف موسيقى دستخل بعض друг موسيقى موسيقى شكرا